من الواضح أن اتحاد الكرة المصري بعد ما شاف تجربة موسيماني الحقيقة مع النادي الأهلي وأن موسيماني قدر يحقق الثلاثية طبعا من التكلم على الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكمان كاس مصر من الواضح أنه بيدرس أنه يستعين بخبيرة من جنوب أفريقيا في كرة القدم النسائية علشان يكون فيه تطوير في كرة القدم النسائية في مصر أنا بيتهيالي أنه ليه لا يعني دايما ابحثي عن الخبرة احنا طبعا أنا ملف الكرة القدم النسائية في مصر يعني ما عنديش تفاصيل كتير جدا بيه بس كل عرفوا أنه جنوب أفريقيا متطورة جدا ومتقدمة جدا فيه ملف الكرة النسائية يعني عندهم إنجازات كويسة والفرق بتاعتهم تحقق نتائجة عن مصر تبعت قبل كده مباراة كرة نسائية شفت ماتش مؤخرا بس مش عارف ماتش ده كان جديد ولا ريران يعني ولا إعادة لماتش تلعب عمليكية كان بين منتخب مصر ومنتخب لبنان لا ده جديد ده جديد اه كان جديد اه والحقيقة يمكن يعني أنا شايف بشكل عاهم إن الكرة نسائية تطورت تطور كبير جدا عن بداياتها لا تتريأش يا صحيح أم كانوا بيلعبوا لعبة مختلفة تماما حقيقة يا أحمد لا لا تتتريأش يعني كان بتغال عليها كرة القدم نسائية بس هي عليها لا تموت لكرة القدم بصلة لا الله بجد شفت في منتخب مصر بنات بتلعب كرة حلوة جدا جدا وشفت في لبنان وفي لبنان برضو في منتخب لبنان ويمكن وقتها كان حصل لبنان لازم يكونوا بيلعبوا كرة قدم ومصر طفن ومصر أهم من لبنان يا أحمد لا يمكن أنا بكلم عن كورة بكلم احنا ماتش ده خسرنا بالمناسبة اللي أنا شفت وإحنا خسرناها أيوة يعني خسرناها ثلاثة اتنين صح ده كانت جديدة فعلا بس خلينا يعني برضو إحنا لدينا رسالة يمكن وقتها كان حصل تنمر بشكل كبير على السوشل ميديا على منتخب مصر للسيدات وكان فيه كلام مش حلوة أبدا أو يمكن يمكن مش مش في ثقافة بتاعتنا قوي إن احنا نشوف ست بتلعب كرة قدم فده بيخلي الناس شوية تهضر وتتارية مش حقيقي أنا بس بحاول أبرر ليه ممكن يكون كان فيه التنمر ده والكلام ده بس ده ما ينفعش أبدا يحصل لأن الناس دي لها بتشوف التعليقات وليها أهل بيشوف التعليقات وده غير مقبول تماما بس سوشل ميديا في حد ذاتها ما أقدرش أحكم عليها ومش معنى أن فيه قل أو فيه نس أولئة عددها أقل وبالتأكيد هي مش أغلبية عملت الفعل ده مش هقدر أعمم ولا أقول أنه ده قاعدة أو دي أغلبية بس أنا عايز أقولك أنه حتى في الصعيد اللي يبان فيه فكرة أنه مجرد أن البنت تمارس رياضة شيء ممكن يكون خارج على المألوف لا السورة غارج جدا والنهاردة الحقيقة في كل مكان في الصعيد البنت بتلعب رياضة وبتلعب كرة قدم وفيه كتير جدا من أيها كده شكا لا ده حقيقي أنا بنقلك واقع ده مش رأي ومش وجهة نظر دي معلومة مؤكدة أنه فيه حرص كبير جدا أنه في كل حتة في مصر البنت تلعب رياضة وتتفوق فيها وكل ما الدولة بتبقى مهتمة بأنه يكون فيه مساحة ويبقى فيه بنية تحتية وفيه ملاعب وفيه كوادر تدرب وتكتشف كل ما بتدي مساحة أكتر المجتمع أنه يغير من أفكار كتيرة كانت تحت اسم العداد والتقاليد ثبتة وما حدش بقدر يكسرها أو يخرج عليها لكن فيه حاجات كتير جدا اتغيرت وقتها الموضوع فعلا كان بزيادة جدا يأحمل درجة أن فيه منتخب من المنتخبات أنا مش فاكرة هو كان منتخب إيه بس طلع بيان أنه هو بيدعم نساء منتخب مصر لكرة القدم بدد التنمور لكن عموما برضو لسه قدامنا كتير يعني اللي أنا شفته بيقول أنه كرة القدم النسائية بشكل عام قدامها لسه شوية عشان تبقى كرة قدم حقيقية يعني فيه حاجات كتيرة جدا محتاجة أنها تتغير بس أعتقد أنه بما أنه جنوب أفريقيا دولة متقدمة طب ما إحنا عندنا تجربة الأهلي مع موسيماني يعني الراجل حقيقة الأهلي راهن وعمل تجربة يمكن تكون الأولى من نحة من لها إن شاء الله أنها تكون مشوار جديد من النجاح